موسيقى موسيقى الآب والبنوة هذا هو حديث حلقتنا اليوم أهلا وسهلا أحباء المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور هذا موضوع كتير كتير مهم ولسيما في هذه الأيام بنحتفل على الأقل بشمال أمريكا ويمكن أوروبا وبعض البلدان بيحتفلوا في عيد الآب فعاوز أقول لكل الآباء المشاهدين أحبائنا كل عام وإنتوا بخير بصل أن رب يبارككم لأنه فعلا الأب هو أب ورجل وزوج وأخ وصديق وأيضا مؤثر فعال في المجتمع لكن في هذه الحلقة رحين ندرس فكرة الآب والبنوة سواء من العهد القديم أو من العهد الجديد ولماذا كثير من الديانات بسيء فهم هذا التعبير وبيبتدوا ينسبوا لفكرة الله الآب كأنه تجديف وكأنه يعني منحاول نقول أشياء هرطقة أو كلمات وإذا أراد الله أن يعبر عن نفسه كآب اللي بتعبر عن محبة الآب وعن العواطف وعن المشاعر وعن القلب وهل هذا الشيء خطأ أنا أدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة وبصلي من كل قلب أن تكون سبب بركة لحياتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحب أرحب بضيف الحلقة هو أخ وحبيب وصديق معنا دايما الأخ الجسيس ثابت مجلي مش غريب عنكو أهلا وسهلا جسيس أهلا نحن جسيس وكل سنة أنت طيب ومناسبة عيد الأب وكل سنة كل المشاهدين بخير وكل سنة أنت طيب كمان لإلك أنت جسيس ثابت شكرا جسيس سمعت المقدمة وطبعا هذا الموضوع هو موضوع جوهري في العقيدة المسيحية من طبعا بحسب كلمة الله بالكتاب المقدس الآب والبنوة خليني أسأل بالأول عن فكرة يعني الآب بشكل عام أعتقد أني مفيش حد حتى غير المؤمنين محدش ينكر ضرورة وجود الآب أو تأثير الآب في الأسرة وفي المجتمع والدور الآبوي مرات كثيرة يعني بنشوف غياب الآب بيعمل مشاكل كثيرة في الأسر الموجودة ويمكن واحدة من ضمن الحالات يمكن تفكك الأسر بيجي من غياب دور الآب وغياب فهم الدور الحقيقي للآب لأنه مرات كثيرة حتى في كمجتمع عربي إحنا مش فاهمين دور الآب لأن الصورة اللي انتقلت عن الآب الحقيقي خالق كل الأشياء الشخص الله صورة مشوهة كتير في عالمنا العربي بسبب العقائد المختلفة فأصبح الآب هو الشخص المتسلط وإحنا بنعيش في مجتمع بيفهم فكرة قوامة الرجل على المرأة وده حتى بيأثر حتى في النظام الحكم أن القائد أو رئيس البلد أو صاحب السلطة أو صاحب السلطان في أي مكان بيستخدم سلطته لتحقيق أغراض ذاتية لي وبيستخدم سلطته في التحكم في الآخرين فبنشوف الآب المتحكم بنشوف الآب القاسي بنشوف الآب اللي هو أناني لا يبالي إلا بنفسه دي لأن في صورة مشوهة عن الله الخالق في بعض الديانات وبعض الأفكار طيب خلينا يعني نخوض أكتر قسيس ثابت خلينا نرجع للأساس خلينا نرجع للخلق والخليقة في سفر التكوين الله لما خلق آدم خلق كمان إلو دور معين أو دور مهم إيه اللي عاوز توصلنا من خلالها يا رسالة؟ عملية الخلق نفسها بتوضح دور الله الأبوي نعم يعني إحنا في الأسرة لما يكون الأسرة بتستقبل طفل بيرتبوا للطفل كل احتياجاته قبل للطفل ما يتولد وخاصة لو أسرة غنية أو أسرة مقتدرة طبعا لا يوجد أغنى من الله الله الخالق اللي بياده كل الأشياء اللي قال فكان أمر فصار فقبل خلق الإنسان عمل الدور الأبوي في أنه خلق كل شيء يحتاج للإنسان الله لم يكن في حاجة لشيء الله لا يحتاج إلى الزمن خلق الزمن للإنسان الله لم يحتاج إلى الأجار ولا الحيوانات عشان يأكل منها لكن أعد كل ما يحتاجه الجنس البشري له ثم بعد ذلك خلق الإنسان في مثل مصري ما عرفش حضرتك ممكن سامع بي أو لا أنا أعرف أنك أنت بتنزل مصري كتير كانوا دائما يقولوا في خلق خلق الإنسان بعد ما استكفى على خلق الإنسان في نهاية الخليقة أو في اليوم الأخير من الخليقة الحقيقة الله ما خلقش الإنسان بعد ما استكفى الله خلق الإنسان بعد ما رتب كفاية الإنسان من كل الأشياء وهنا بيجوم الله بالدور الأبوي للإنسان حتى إساءة الإنسان لما عمله الله لي وشك في الله وشك في كلام الله وشك في مصدقية الله وأطاع الشيطان الله لم ينسى دوره الأبوي في حماية الإنسان حتى أنه وضع عدوة بينه بين المضل الخادع الذي أغواه وخدعه اللي هو إبليس والحي عشان كده وضع عدوة بينه وبين الشيطان وكمان لأنه كان في حكم على الإنسان بالموت وده يمكن لب العقيدة المسيحية عشان كده الله الآب لأنه أحبنا فأرسل ابنه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه لكي لا يهلك كل ما يمر به بل تكون له الحياة الأبدي فهنا بنشوف الدور الأبوي في حماية وإنقاذ وخلاص ابنه من الموت الإبن الإنسان هنا وأرسل ابنه اللي هو الله الظاهر في الجسد شخص المسيح عشان يحقق العدل ويحقق الخلاص والإنقاذ للجنس البشري وهنا بنشوف قمة الدور الأبوي من جهة الله للجنس البشري قسيستا بتخلينا أسألك يعني في صورة مشوهة عادة الرجل يعني المفروض أنه فكرة الأب فيها دايما مشاعر حلوة دافئة قلب جميل وهكذا لكن إحنا بالشرق الأوسط كتير مرات فكرة الأب يعني حتى في ناس بيجوا للمسيح حتى من خلفيات غير مسيحية وصعب يستسيغوا ويفهموا فكرة الأب لأنه منظورهم عن فكرة الأب قاسي جدا مروا في ظروف صعبة لربما طلاق لربما انفصال لربما تزواج تزوج بعدة نساء وكذا فتشوهت صورة الأب المحب المهتم بالأولاد شو رأيك في هذا الموضوع؟ الصورة المشوهة للأب هي صورة منقولة عن تشويه صورة الله أو عدم فهم من هو الله طبيعة الله وطبيعة الله وحدتك فاهم يعني وعارف الكلام ده يمكن واحدة من الحاجات اللي كان اللي توضح الفكر ده أنه ممكن ناس كتير بيتعبدوا لله لكن هم مش فاهمين من هو الله عشان كده في مزمورة 14 بيقول الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله يعني هل الناس طالب الله بفاه؟ والمسيح في إنجيل يحنة 4 بيقول للسامرية أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أنتم بتسجدوا بتجدموا العبادة وبتجدموا كل التقوص المفروضة عليكم ويمكن بتزللوا نفسكم بزيادة لكن أنتم مش فاهمين طبيعة الله عشان كده عدم فاهم طبيعة الله بتدينا صورة مشوهة عن الله وبتنتج صور مشوهة عن الآب حتى الآب في الأسرة الآب في المجتمع العربي لأن الصورة مشوهة فأصبح الآب محتاج الناس حواليه تخدمه ويمكن حضرتك في بعض البلاد وفي بعض البلاد في الشرق الأوسط بتلاقي أن الآب يخدم حتى في وقت الأكل والمرأة بتعد للأكل ومرات في بعض البلاد ما تكلش معالة أنها بتشوف طلباته وتخدمه فهنا الآب المخدوم لكن الحقيقة الله الخالق لا يحتاج إلى ناس تخدمه الملائكة بتخدمه فهو مش محتاج لناس تخدمه وهو مش صانع الإنسان ومش عامل الإنسان ومش خالق الإنسان عشان الإنسان يخدمه ده بالعكس احنا بنشوف صورة الله الخادم مرة كنت بشارك واحد من أخواتنا المسلمين لسه لسبوع اللي فات عن فكرة الله الخادم ما قدرش يقبل الفكرة من الأساس وأنا شاركته كنوع من الصدام الفكري هو رجل مفكر فأنا حبيت أحط فكرة صدام فكري لأن دايما الله هو المتسلط القاسي الماكر المضل المزل البعيد كل دي بتقدر مش إله شخصي مش إله شخصي ومش إله يعني ده إله ما ينفعش إله لأنه لو إله يحتاجني يبقى هو مش إله الحقيقة هو إله أنا أحتاجه فعشان كده حتى أرجع تاني لصورة الخلق أنه هو خدم الإنسان بأنه عمل كل شيء للإنسان حتى في احتياجه لما لجاه وحيد صنع له معينة نظيره ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينة نظيره بنشوف المسيح بيقدم الصورة على فكرة بيقدم الصورة الرائعة والحقيقية عن الآب وهو اللي قال من رأاني فقد رأى الآب وأنا بالنسبة للصورة الرائعة الحقيقية عن الآب لما اعتذر بمن شفه وغسل أرجل التلاميذ عشان يعلمهم درسه مهم جدا جدا أن الخالق الفادي شخص ربنا يسوع المسيح لا يحتاج إلى خدمتهم بل جاء ليخدمهم وعشان كده جاءت عبارته تعليقه أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبزل نفسه فدية عن كثيرين وده مفهوم مغلوط جدا جدا في مجتمعاتنا وأنا بقول لكل مشاهد تخيل نفسك أن الآب خادم الآب اللي هو صاحب القرار أو صاحب السلطان في البيت بيستخدم هذا السلطان لخدمتك لحمايتك لرعايتك لتزديد وتوفير كل احتياجاتك وده الصورة اللي احنا بنشوفها في الكتاب المقدس عن الله اللي هي احنا بنستقل منها دور الآب وطبيعة دور الآب حلو طيب احنا بنعرف أنه في العهد الجديد واحدة من أجمل الإعلانات الكتابية والإلهية المسيح يعني كشف لنا أكتر وضح لنا صورة وفكرة الآب لكن البعض يتساءل طب هو الله إله العهد القديم أليس هو آب فالبعض بيعتقد أنه فيه فرق أو فيه اختلاف بين صورة الله في العهد القديم وصورة الآب في العهد الجديد مع أنه هو نفس الإله ما هو ردك أنا هاخد نموذج بس من بعض الآيات اللي جات في الإنجيل بحسب القديس متى والإنجيل كما دونه والقديس متى وبين آيات بتتكلم بنفس المعنى ونفس الفكر في العهد القديم وهنا في الإنجيل بحسب القديس متى آيات كثيرة جدا بس نختار مجموعة صغيرة من الآيات اللي بتكلمنا عن فكر الله الآب الله الآب يعلن سلطانه كآب على خليقته ورعايته وعنايته بالخليقة في متى 6 عدد 25 وعدد 26 لما بيقول لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ وهنا بنشوف أن الإنجيل بحسب القديس متى بيقدم صورة الآب الراعي الذي يسدد احتياجات أولاده وأبنائه ومش بس حتى العصفير حتى العصفير وعشان كده هو بيقول وبيعلن اللفظ أبوكم السماوي المعنى ده بنشوفه في مزمور 37 عدد 4 وعدد 25 بيقول تلزز بالرب فيعطيك سؤل قلبك وبعد كده في عدد 25 بيقول ايه أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ضرية له تلتمس خبزا فنفس المعنى اللي موجود في الإنجيل بحسب متى أبونا السماوي بيعتني بينا المعنى لخصه في سفر المزامير أنه من البداية كنت فتى وقد شخت ولم يتخلى عن صديقه ولا حتى أولاده كانوا بيطلوب الخبز لأنه يعلم احتياجاتهم ويتم باحتياجاتهم الله كأب بيسمع أولاده كمان بيسمع صلواتهم على الصلاة احنا مش بنصلي كفرض أنا مش بصلي عشان الله يحسب لي درجات والكلام ده لكن أنا بصلي لإني علاقة أنا في احتياج أن أنا ألتقي مع أبويا في احتياج أن كل علاقة شخصية مع أبويا مرة كنت في كنيسة في مصر وكان في شخص رائع جدا جدا بيسافر الكويت عشان يحاول يدبر احتياجات أولاده فكان في مرة جاءوا ابنه جاب لابنه كل اللاعب وكل الحاجات وهو مسافر بيقول لابنه أنا سافر الابن مسك فيه طفل صغير مسك فيه بعيط لا ما تسافرش قال له أنا سافر عشان يجيب له كل حاجة قال له أنا مش عايز أي حاجة أنا عايزك أنت بس معي فهنا الله مش بس مسدد الاحتياجات لكن أنا محتاج أن يكون لي علاقة وشاركة مع الله وده اللي احنا المفهوم الصلاة في المسيحية مفهوم الصلاة في المسيحية أنا مش بعمل الصلاة عشان أكسب مجموعة من النقاط تدخلني حسنات بدي يعني تدخلني الجنة أو غيره أو تنقذني من النار أنا في اشتياق في اشتياق لشاركتي مع الله عشان كده بيقول ومتى صليتم فلتكن كلمرؤيين فأنهم يحبون أن يصلي قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم وما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فأنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه وابتدى يعلمهم يصالوا إزاي في الصلاة الربانية فصالوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماد لو أرجعنا للعهد القديم هنلاقي نفس المعنى جاء في سفر الخروج أصحى ثلاثة عدد سبعة وثمانية فقال الرب إني قد رأيت ما زلت شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخرين ومرة بيقول سمعت صراخهم ومرة بيقول سمعت أنينهم الأنات اللي هو محدش بيشعر بيها فالله بيشعر بينا وبيسمعنا إني علمت أوجاعهم طيب القاب لما يعلم أوجاع أولاده بيعمل إيه فنزلت لأنقذهم من أيض المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيد لبنا وعسلا وهنا بنشوف دور الآب وعلاقته بأبناءه وإزاي لما بيسمع أبناءه بنلاقي نفس المعنى في ملوك الأول تسعة ثلاثة لما بيقول له قال له الرب قد سمعت صلاتك وتدرعك الذي تدرعت به أمامي قدست هذا البيت إلى آخر الآية ملوك الثاني عشرين خمسة بيقول ارجع وقول لحزقية رئيس شعبي هكذا قال الرب إله داود أبيك وهنا بنشوف مفهوم الآب قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك هنزا أشفيك فهنا بنشوف الله وضرك آب في العهدين في العهد القديم أو العهد الجديد الحاجة التانية اللي بيعلنها القديس متة إن الله الآب صالح للكل وبنشوف ده في متة خمسة خمسة وربعين لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فأنه يشرك شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين بنشوف نفس المفهوم ونفس الكلام إن الله صالح للكل في العهد القديم في مزمور مية خمسة وربعين تمانية وتسعة الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله يبقى هنا مش بيميز بين أولاده حتى أولاده بالخلق حتى الأشرار ويمكن سورة حرجسيس لو رجعنا لها سورة في العهد الجديد سورة الإبن الضال الإبن الضال خد كل حقوقه حتى مش حقوقه لأنه هو الآب كان لسه حي وإحنا عارفين في الشرق الأوسط الإبن يارس لما الآب يموت وكانه بيقول للآب انت موت لكن رغم هذا ورغم إساة الإبن ورغم ضلال الإبن وبعد الإبن الآب بروح الإبوة كان منتظر رجوع الإبن إليه وده اللي بيعمله معنا الله الحي الخالق أنه بينتظر رجوعنا حتى وإحنا في ضلال حتى وإحنا في بعد حتى وإحنا بنقول له ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر هو بيشتاق لرجوعنا مرة تانية عشان كده بيقول الكتاب أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون الحقيقة في آيات كتيرة في العهد القديم خروج 4 22 و 32 تسنية 30 31 بيتكلم دايما عن الله والعلاقة بين الله وبين الإنسان كآب المسيح نفسه لما تكلم مع اليهود قالهم المشكلة فيكم أن كنتوا متدينين أنتوا علاقتكم بالله كإله بعيد لكن أنا علاقتي بالله هو أبويا فبنشوف الكلام ده بيقول أجاب يسوع إن كنتوا مجد نفسي فليس مجد شيئا أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم فهنا الفرج بين العلاقة علاقة الإبوة مع الله وبين علاقة الله كشخص إله قاسي بعيد بيحطه مجموعة من أوامر عشان يتحكف في الناس ويتسلط في الناس وده الصورة المشوهة اللي بتنتقل مرات كتيرة لبعض الأباء اللي هما ما بيعرفوش معنى الإبوة في الكتاب المقدس في العهدين حتى في سفر الشعياء قسيس الشعياء بيصرخ أما أنت يا رب فأبونا يعني حتى كأنه لما بيصلي ويذكر الآب في وضع شعبه الحال اللي ما كان بيتكلم كأنه بيقوله أنت يا رب أنت ملناش غيرك دخيلك أنت أبونا وهذا التعبير كان كتير كتير حلو في العهد القديم لكن منشوف كمال الإعلان في شخص المسيح وهذه الإعلانات منشوفها كتير في إنجيل يحنى اللي بيستفرد كتير فيها وحتى رسائل يحنى اللي بيتكلم عن أبوة الآب عم بيخدنا في صورة حلوة جميلة عن فكرة الآب في العهد الجديد أكيد حاجة السيسو وده كمان بيخليني إزاي أدرك مفهوم الآب إزاي أفهم مفهوم الآب وبنشوف أني في رسالة الأولى إلى يحنى رسالت سوري رسالت يحنى الأولى أصحح واحد عدد ثلاثة بيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا يحنى الأولى ثلاثة واحد يحنى الأولى سوري يحنى الأولى ثلاثة واحد سوري انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله ومن أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه فهنا بنشوف أنه بيتكلم أنه في حالة خاصة تخليني أدرك مفهوم الإبوة مفهوم إبوة الله المحبة التي منحها لنا والمحبة دي لأن الله لو تعامل مع العالم بعدل فقط لما بقي إنسان في العالم لأن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله لكن الله تعامل كآب لأن في مرات كتيرة وسؤال به جحر جسيس وأكيد السؤال ده أنت سمعته كتير وجه كتير هو ليه الله أرسل المسيح للصليب؟ ليه الله ما خدش قرار أنه يخفر للعالم؟ أو مرات واحد يقول لك طب هو ليه الله ما دمرش الخليقة دي وحقق حكمه في آدم وعمل خليقة جديدة هو كان يغلب إيه اللي خلينا نعمل الحكاية دي؟ الفكرة ده مفهوم محتاج الإنسان يسمع الله ومحتاج الروح القدس كمان يعد القلوب عشان تفهمه لأن فكرة أنك أنت ترمي البشرية وتجيب خليقة جديدة ده يبقى الله صنع مجرد أدوات مش بشر ليه معلاقة به ده هو اللي خلقهم على صورته نعمل الإنسان على صورتنا كشبينة عشان كده محبة الله تخلي الإنسان غالي عليه مش هيرميه خلاص الإنسان مش أدوات للتدمير أو حتى أدوات لحماية الله أو أدوات لتنفيذ أغراض الله لا الإنسان غالي على قلب الله عشان كده يوحنا بيقول انظروا أية محبة وحتى عبارة آية دي عبارة للتعجب والإندهاش وكم المحبة الذي لا يقارن اللي مش ممكن أحد يعمل المحبة دي لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أنه هذا أحد نفسه من أجل أحباي فهنا بيتكلم عن المحبة العجيبة من الله لينا لأن المحبة العجيبة بمعنى ودي محبة الآب حرجسيس الآب مش بيحب أولاده لأنهم بيحبوه الآب بيحب أولاده حتى اللي مش بيحبوه بغض النظر وحتى الإنسان الشرير من أولاده هو دايما بيصلي بدموع أنه يرجع والكلام ده حاجات عملية بنشوفها كتير وحاجاتك بتشوفها كتير في أسر لو يشوف الإبن بعيد أو الإبن قاسي شوية بتشوف دموع الأسرة دموع الآب من أجل رجوع أبناه فده نفس العمل اللي بيعمله الله إنه هو حتى الأبناء اللي هم عصيين أو خطاه هو بينتظر جوعهم فعشانا محبة عجيبة كلفت الله أن يرسل ابنه الله الظاهر في جسد شخص ربنا يسوع المسيح عشان يموت عشان يفدي هذا الإنسان وتتجلل محبة في قمتها في الصليب فعشان كده هي محبة عجيبة جدا جدا هي اللي تخلينا ندرك مفهوم الأب وهي اللي بتخلي ناس كتيرة مش فهمة الله يعني إن فهم الله أنه بس صاحب السلطة والسلطان القاسي اللي هو جاعد بس كل شوية يدمر عمل البشرية لعبة يدمر البشرية استنت البشرية تغلط أو كده فعمليا البشرية مرعوبة خايفة من هذا الإله فهنا الحقيقة الإدراك فهم الإبوة لازم نفهم محبة الله ونعرف إن محبة الله للكل وعشان كده لا يشاء موت الخاطئ وده الفكرة اللي حضرة قلتها إنه هو مش جاعد لنا على الغلطة أو حتى مرات كتيرة ده فيه آلاة بتعمل إزاي بتنصب لك فخ عشان تجع في الغلط ولما تجع في الغلط يبتدي عقبك وفي آية في القرآن بتقول إن أرادنا أنه اللي كمدينة أمرنا مطرفيها أن يفسقوا فيها فحكمنا عليها ودمرناها تدميرا يبقى هو الفكرة إنه بيتلكك عشان الإنسان يغلط لكن ده مش إلهنا إلهنا الحقيقة يعني يصر برجوع الخاطئ بالمحبة بتاعته لأن ده المحبة اللي أعلانها الله وزي إما قلت رحلتك أني أعلانها في المسيح وفي صليب المسيح كمان هو بيحبنا لدرجة أنه لما جاء إلى الأرض فإسقط شارك الأولاد في اللحم والدم اشتركوا أيضا كذلك فيهما جاء عشان كمان يعرف معاناتنا وتجربنا لأنه إسقط تألم مجربا يقدروا أن يعين المجربين فهو مش بعيد عننا ده بالعكس هو حتى في تجربنا اختبر تجربنا وألمنا ودايما بيعيننا وده دور الأب جسيس ثابت إحنا رح نكمل حديثنا لكن أنا عاوز في الجزء القادم بعد هذا الفاصل أنه يعني كمان نتحدث عن البنوة فكرة التبني في المسيحية اللي هي أساس العقيدة جوهر العقيدة المسيحية مهمة جدا فأنا بعطيك فرصة كمان تفكر لكن بنفس الوقت عاوز أشجع المشاهدين يمكن هذا التعليم لأول مرة بتسمعه الله بيحبك الآب بيهتم فيك بغض النظر شو خطيتك ارجع لأن الله يصر بالرأفة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائي حديثنا عن الآب والبنوة رح استكمل حديثة مع القسيس ثابت لكن في نفس الفترة بحب أشجع كل مشاهد إذا عندك أي سؤال أي استفسار يمكنك التواصل معنا رقم الهاتف أمامك اتصل امسك السماعة وإذا فعلاً فيه شيء بتحب تستوضح بدعوك إنك تتصل فينا جسيس أنا اتكلمت قبل الفاصل إنه التبني هو أساس العقيدة المسيحية لكن هذا الموضوع مرفوض يعني فكراً وضمناً في الإسلام فكرة إنه الله الآب والابن أو التبني ودائماً يعني بدون الإنسان مثلاً يقرأ العهد الجديد يقرأ من كلمة الله حتى يستوضح أسهل وسيلة للدفاع هو الهجوم إرمي كلمات بدون مسائلة بدون محاسبة هذا كفر أنت جمعك كفرة شو ردك؟ الحقيقة العجيب والغريب أن الناس اللي بيتكلموا عن رفض التبني في الواقع العملي هم بيحتاجوا أنه يعملوا موضوع التبني وعشان كده راحوا مغيرين لأن العقيدة بتاعتهم والشريعة بتاعتهم بتتعارض مع الاحتياج الطبيعي اللي هم يشوفوه قمة العمل الإنساني إنك إنت تتبنى طفل يتيم مالوش أب حرب بعض ففي ناس كتير بيشوفوا إن ده قمة العمل الإنساني ورغم هذا بيتعارض مع عقيدتهم وشفنا في مصر في ناس أسر المسيحية لما تبنت أطفال رغم أن العقيدة المسيحية بتؤكد التبني تسجنوا لكن حتى الناس اللي هم التانين اللي هم عقيدتهم بتخالف التبني هم مشتقين إن هم يجوموا بعمل التبني المشكلة إن هم مش فاهمين ليه العقيدة رفضت التبني ليه العقيدة الإسلامية رفضت التبني العقيدة الإسلامية رفضت التبني لأكثر من أمر أشهرهم وأوضحهم هو شهوة رسولي الإسلام في امرأة في صورة الأحزاب بيحكينا إن رسولي الإسلام كان عنده ابن بالتبني عندي سؤال للمسلمين ده رسولي الإسلام وبعدين ابن للتبني والصورة الأحزاب دي مش أول صورة في القرآن يعني مش الراجل كان غلطان وكان في الجاهلية متبني ابن وبعد كده اكتشف إن عقيدته الإسلامية ترفض التبني فتخلى عنه في التبني كنت أحترمه لكن المشكلة إن هو تبنى الشخص ده وهو في الإسلام يعني هو نابي الإسلام فهنا العقيدة الإسلامية اللي نشرها رسولي الإسلام لم تكن تعارض التبني حتى اشتهى رسولي الإسلام امرأة القصة بتاعة شهوة امرأة دي قصة غريبة جدا لإني المرأة دي الست دي سمع زينة بنت جحش راح رسولي الإسلام عشان يخطوبها لزيد ابنه فهي ما كانتش بتحب زيد فقالت له أنا مش هتجوز زيد فقال لا 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 لما الرسول الله والرسول يقول أمر المؤمنين لازم يطيعوا فأنت ليس لك من أمرك شيء مش ممكن تخلفي أمر إلى الله ورسول يبقى هنا التبني كان موجود لفترة طويلة في الإسلام إله الإسلام وافق على التبني لدليل أنها زوجت من زيد بأمر من الله حسب بأمر من إله الإسلام حسب كلام الرسول هي أعترضت جلا ما تعترضيش على أمر الله أكيد إله الإسلام كان عارف أن زيد ده مش ابن محمد لكن كان متبني ورسوله يعني هاي اللي أنا عايز أقوله أن إله الإسلام كان عارف ده ورسول الإسلام كان عارف ده أنه هو بيزوج زينب لابنه بالتبني يبقى التبني كان موجود حقيقة وقعة راضي عنها رسول الإسلام وإله الإسلام إمتى تغير الموضوع ده تغير الموضوع ده لما رسول الإسلام اشتهى زينب راح يزورها حسب التفاسير راح يزورها في البيت اشتهى وجال سبحان الله مقلب القلوب المهم فجاء زيد لما عارف من امراته أن أبو أبو زاره فجالت له الكلام ده عارف أنه عايز يأخذ زينب فرح يقول له فجال له لا فجأت له الآية لا تخشى الناس والله وحق أن تخشاه يعني أنت خافت تتجوزه عشان ناس يقوله أنه خاد مراتبنه لا تخشى الناس والله حق أن تخشاه فهنا وابتدى يجوزها له وباقي القصة موجودة في صورة الأحزاب في عدم إطالة الموضوع في هذا الحديث لأنه نعاوز فعلا أتكلم عن قداسة هذا الموضوع من الكتاب المقدس أنه بتلاحظ جسيس أنه احنا في المسيحية نموس الله كامل شريعة الرب كان لي ما هياش بتنزل كفتوة مثلا عنها شخصية يسوع يسوع ما كتبش آية وحدة كتبوا عنه بوحي من الروح القدس لكن ولا مرة تنزل آية كفتوة على يسوع لتبرير موقف شخصة معين وهذا الشيء اللي أعجبني أنا في شخصية المسيح الحزم والحسم شخص نقي طاهر أنه فعلا كل شيء واضح أنه مش الشيء يعني ما في آيات بتنزل عشان تبرر موقف يعني نموس الله واضح بيسر على الكل ما في حد يعني حتى المسيح مع كل كمال وخضع ليه النموس يعني ولد يعني تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لكن منشوف العكس ونحن نهاجم هذا اللي عاوز أصله نهاجم في أقدس عقيدة مسيحية اللي بتتكلم عن التبني شو التبني أنا خاطئ بعيد بستاهل جهنم أكون منفصل عن الله الله بحبني لدرجة أرسل المسيح واتبناني وإنه يعني أخد مكاني وما تبديل عني حتى أصير أنا من عائلة الله أصير ابن أصير بنت للرب وهذا بخليني كل الأبدية أكون بعرفان بشكر بجميل ممنون للرب اللي لمسني وافتقدني اللي أنا كنت في أوحال الخطية واو جعلني مش بس يعني مؤمن لا جعلني ابن وبنت للرب يعني مكاني عظيمي جدا إذن ليست بعدا عبدا بل ابنا أنا حبيتها بس أوضح الصورة للأخوات المسلمين أنه يفهموا أن ليه التبني تلغى لأنه التبني تلغى بعد هذه الحادثة بعد شهوة الرسول وإله كالرد فعل يسرع له في هوا زي ما جلت له مرة عيشة لكن التبني في المسيحية هو جوهر العقيدة وقمة إعلان محبة الله لنا لأن هنا في الإنجيل بحسب القديس يحن لما بعد القديس يحن في الصحيح الأول بيعلن عن المسيح الابن الأزلي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله بييجي في عدد 14 بيقول لنا والكلمة صار جسدا وحل بيننا لكن قبل كده في عدد 11 بيقول إلى خصاتي جاء وخصاته لم تقبلوا وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيء الجسد ولا من مشيء الرجل بل من الله وهنا القديس يحن بيوضح لنا أن التبني مش عبارة عن زواج الله من شخص أو من شخصية عشان يجيب أولاد لكن هنا التبني هو التبني بمعنى قبول الله قبول إبوة الله وهنا فرق بين البنوة الطبيعية وبين التبني إحنا حسبنا أولاد الله غير مستحقين لكن إحنا حسبنا أولاد الله لأننا قبلنا إبوة الله وقبلنا الله وقبلنا عمل الله وعمل المسيح الكفاري على الصليب فدي حاجة في الإنجيل بحسب القديس يحن لو هنرجع تاني مش عارف الوقت بتحضرتك إزاي لكن لو هنرجع تاني ونتكلم عن التبني وخاصة الآيات اللي احنا ذكرنا منها بعض الأشياء في الرسالة الأولى إلى رسالة يحن الأولى صحة ثلاثة لما بتكلم بعد ما نزور آيات محبة أعطانا الآب حتى ندع أولاد الله بأن من أجل هذا لا يعرف العالم لأنه لا يعرف أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله فهنا بيعلن بنويتنا لله الرسول بقوله في الرسالة إلى أفاسوس بيوضح لنا ويشرح لنا إزاي حصل التبني فبيقول السبقة فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مصرة فكرة التبني كان في فكرة الله منذ القديم يعني مش مجرد مش مجرد أنه حدث تحسى كده في مرة هو في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من المرأة هنا إعلان الله عن ذاته من خلال شخص ربنا يسوع المسيح لكن الفكرة نفسه والعمل نفسه ده عمل أزلي في فكرة الله لأن فكرة الله لا يتغير ولا يتغير يعني الله مش بيحصل له حدث زي ما حدث قلت أني دايما الآيات الكتابية حازمة ثابتة الآيات الكتابية فاعلة مش رد فعل أنت تشوف كل آيات القرآن هي عبارة عن رد فعل لكن الكتاب المقدس الله الذي يفعل الله الذي يعمل الله الذي يحمل فهنا بنشوف أن التبني عمل الله وفي فكر الله فبنشوف فكرة عيننا للتبني لكن إزاي أصبحنا أبناء الله مش ممكن نبجأ أبناء الله إلا من خلال عمل المسيح هنا الله سبق فعيننا للتبني ده فكرة أزلية الحقيقة الثانية وسيط التبني هو يسوع المسيح طب هو ليه يتبنانا يعني إيه سبب التبني بيقول حسب مصرة مشيئتي سر الله أن يدعونا أولاده مش هنا استحقاق لينا مش لأعمال صالحة حتى الأعمال الصالحة سبقة فعدها لنا لكي نسلك فيها لكن هو مصرة مشيته أن يشوف أولاده شفنا إحنا كأولاد مصرة 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 لله طريق للدخول إلى قدس الأخداس إلى العلاقة المباشرة اللي بينه ابن الله فأصبح الوسيط الوحيد اللي قربني إلى الله هو شخص ربنا يسوع المسيح عشان كده حتى في الرسالة الأولى التي مساوس بيتكلم عن لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد الإنسان يسوع المسيح الذي بزل نفسه فدية لأجل الكثيرين الشهادة في أوقاتها الخاصة فهنا حتى بيتكلم عن هو ليه هو الوسيط هو ليه اللي الداني التبني هو ليه ما فيش غيره لأنه في ناس كتيرا النهاردة فاكرين أنك أنت تستطيع أن تقترب إلى الله من خلال أشياء أخرى لكن الحقيقة لا يوجد طريق واحد وإلا يبقى كتابنا المقدس كله غلط لأنه المسيح قال عن نفسه أنا هو مش إحدى الطرق لا أنا والطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي فهنا ده مهم جدا جدا كمان أن ندركه ونعرفه جسيس ثابت أنا رح أخد فاصل وبعد الفاصل يعني إذا حد بحب كمان يتواصل لأنه إحنا منستخدم فكرة أو إصطلاح المسيح ابن الله دائما هذا اللفظ يمكن وساء فهمه فرح أسألك عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل أنا بصلي أن هذا الموضوع كان سبب بركة لحياتك وعاوز أقول لكل المشاهدين أنه يعني إحنا نهتم كتير في احتياجاتك ولا سيمة طلبات الصلاة في استجابات صلاة وفي طلبات صلاة كتير وأنا عاوز أقول لكم أنه إحنا منصلي من أجل كل طلبة وكل طلبة صلاة منخذها بجدية وإحنا منثق بالإيمان الله بيتمجد في كل في كل شيء فأنا بشجعكم كمان تبعثوا يعني إذا فيه احتياجات للصلاة حتى نرفعكم بالصلاة سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى أهلاً أعزائي الآب والبنوة البنوة وطبعاً هذا بشوفه كتير على الفيسبوك لما بفوتوا على صفحتنا واحد من الأشياء أو أكتر هجوم على هذا الموضوع وبكل بساطة يعني أنا أقول للشخص طب أنت اسأل المسيحي ليه هو بآمن بهذه الفقرة الفكرة قبل ما أنك تتهم بالتجديف والكفر ماذا تخبئ يعني دائماً بركزه على ناحية كأنه إحنا كفر أو مجدفين في هذا الموضوع مع أنه العقيدة المسيحية تؤمن بإله واحد ولكن طبيعة هذه الوحدانية الجامعة منسميها لكن بدل من أنه يبحث ليه من آمن وشو السبب وشو الهدف نهاجم في هذا الموضوع فالشيء التاني مش عاوز يقرأ لأنه إذا قرأ وهذا التحدي إذا بتقرأ كلمة الله رح تغيرك وشانيك في كتير ناس ما بدوش يقرأ لأنه رح يتغير بخاف من فكرة تغير شيء ثالث طب إذا أنا بلقي التهم مجدف كافر إلى آخري أنا عم شو بخبه طب إذا أنا ديانتي واضحة صحيحة هل أنت مستعد أنك تطلق أن أقول لك كمان تعبيرات وإلا يجن جنونه هو بيطلق لنفسه العنان أنه يهاجم ويعمل كل شيء بدون ما يبحث ولكن بكل بساطة أنه نسأل ليه ماذا تخبئ شخصية المسيح واضحة جدا مقدس بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء وهذا مهم جدا لكن ماذا تخبئ شخصية مين النبي أو الكتاب أو الله أو ماذا تخبئ فهذا سؤال كتير كتير مهم فإحنا لما نقول المسيح ابن الله دايما إحنا نقول حاشة أنه الله يلد أو يولد وحاشة لأنه أنه الله تكون له صاحبة من أين هذه الفكرة طب ما هو ليه ما سألش طب ما ما فيش مسيح في العالم يؤمن بهذا الشيء أنت تؤمن لا ما فيش أي مسيح وعلى فكرة على اختلاف الطوائف المسيحية إحنا عنا مليان طوائف ومعظم هاي الطوائف في اختلافات مرات كبيرة ولا لا لكن مع كل هذا ما فيش مسيح في العالم عنده الغباء يؤمن أنه الله تجوز عنده صاحبة ولا أنه يؤمن أن الله يلد أو يولد كتناسل جسد الطبيعي حاشة الله أعظم أقدس من هذا الفكر اللي ممكن بس بشكل عشوائي زدت الكلام شو بخب أنا ليه فهون السؤال بليز رد على الجو المشكلة ممكن كنت متقابل مع حد من المسلمين برضو ممكن من كام يوم والفكرة بتاعته هو فاهم أنه كل اللي عنده صح من اللي ما يفكر يعني مجال التفكير مغلق أنا مش مستغرب ولا مندهش من إغلاق مجال التفكير لأن الكتاب المقدس بيقول أن الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين ولو أنا حبيت أشوف أعمى أذهان غير المؤمنين إزاي هلاجي آية قرآنية بتقول لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسيئكم فالفكر الإسلامي حتى في فكرة أني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا وأحد ده لو إحنا شفناها هذه صورة الإخلاص هلاجي بيبدأ بيقول قل هو الله أحد الله الصمد لو المسلم فكر في القرآن الإعجازي عن كلمة الله أحد مش واحد أحد إيه أحد الآلهة أحد الملائكة فهيلاجي نفسه عنده مشاكل كتيرة جدا جدا حتى في الآيات اللي بيستخدمها ضد أفكار تانية من غير ما يفهم إنه كتير مرات نهاجم اللي كل بساطة اتوضع شوي اسأل طب ممكن أسألك يا مسيحي ليه أنت بتفكر بهذا الطريق يعني ليه بتعلمه بدل ما إنه أزد كلام وقرمي كلام خلينا نجاوب على المسيحي فالفكرة هنا الفكرة الأساسية حتى بس هاخد سطر واحد حتى فكرة إنه له صاحبة ده مش عقيدة مسيحية بالمرة بل بالعكس أنت ممكن تلاقي لها سنة قرآني مش سنة كتابي العقيدة المسيحية في ميلاد المسيح بقول كده الروح القدس تحل عليك وقوة العلي تظللك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله مرة تانية برضو هرجع لي القديس يحن في الأصحاح الأول والكلمة صار جسدا وحل بيننا والمسلم بيؤمن إن المسيح هو كلمة الله نعم ويحن بيبدأ في البداية كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فهنا بيقول مين هو المسيح مين هو الابن الابن هو شخص ربنا يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد الكلمة الذي صار جسدا ده معنى إن المسيح ابن الله حاجة تانية ده يمكن واحد يقول لك ده تفسير كومنتو كمسيحيين تعالوا نشوف تفسير الجماعة اليهود فهم اليهود لما المسيح قال عن نفسه إن هو ابن الله فهموها إزاي هل فهموها إن الله تزوج بصاحبة وأخذ صاحبة وأصبح عنده ابن ولا فهموها بطريقة تانية فبنشوف في الإنجيل بحسب القديس سحنة أصحح خمسة حجرة من عدد ستاشر لعدد تمنتاشر بيقول وبهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله معادل نفسه بالله يبقى لما المسيح قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل اليهود يقتلوه ليه فيهم يكلمة ابن الله بمعنى ما إنه هو الله إنه معادل بل قال أيضا أن الله أبو معادل نفسه بالله يبقى الفكر اليهودي فهم في الوقت إن ابوط الله للمسيح أنه معادل وده بيتطفق مع اللي كتبه الرسول بولس اللي هو للخلفية اليهودية اللي هو تعلم عند رجلي غمالئيل لما تكلم في فليبي الذي لم يحسب خلصة أن يكون معادل لله بل أخلى نفسه آخذا صورة عبد إذ وجد في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت موت الصليب فدي البنوة اللي احنا بنفهمها كمسيحيين ابن الله هو الكلمة اللي صار جسدا ابن الله الله الظهر في الجسد مش ابن بالتناسل ابن الله الأزلي اللي هو في البدي كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فده بيورينا فهمنا لمعنى ابن الله لا كويس أنا بشكرك كتير قسيس أنك ذكرت أنه كيف معاصري يسوع المسيح فهمه الكلمة حتى لما رئيس الكهنة سألوا أنت ابن الله يعني قال هذا تجديف مزق ملابسه لأنه كيف فهمه اللي فهمه رئيس الكهنة هو دول يهود وإحنا بنعرف اليهود وأنا عشت في فلسطين والأراضي المقدس وأنا عارف أنه ولا تقول لي ما شفت الشقة شفت أنا تدين مظاهر تدين وكده مثلا في شعوب كتير وفي ديانات كتير لكن اليهود يعني مشين مش على النقطة على نقطة النقطة في تتميم كل كلمة فهن يعني أقرب الناس أنه يفهموا شو فهمه الكلمة من يسوع فإذا ما في حد فهم أنه تناسوا الجسدي ولا إلو صاحبة وهنا نعاوز بس أزيد آية قال يسوع في إنجيل يحنى إصحاح عشرة آية تلاتين أنا والآب واحد فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أرأيتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك لاحظ الكلام فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها فطبعا كان جواب المسيح أنا قلت إنكم آلهة يعني بيتكلم عن العهد القديم فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله وبيكمل ياريت الشخص اللي كتب لي على الفيسبوك وين مكتوب إنه قال المسيح أنا ابن الله فواضح الكلام ممكن الحديث يطول ويطول خلاصة الحديث عن هذا الإيمان التبني ابن الله في دقيقة أولا عقيدة بها نقترب إلى الله وبدونها لا نستطيع أن نقترب أو نصل إلى الله لأن التبني من خلال عمل المسيح الكفار على الصليب أصبحنا أولاد الله لأننا قبلناه هو ابن الله بالمعنى اللي فيهمه معاصري اليهود وحضرتك وضحت أكتر كمان إنه هو معادلة نفسه لله فأنا بصلي من أجل كل مشاهد أن ربنا يدي له نعمة حتى يقبل هذا العمل الكفاري عمل التبني فيصير ابن الله لأنه بدون ذلك لا طريق إلى السماء ولا طريق إلى الله مهما عملنا من عادات ومبارسات وتقوص قسيس ثابت آسف إنه الحديث كتير حلو معك وشيق لكن الوقت أزف لنا لقاءات أخرى في المستقبل بإذنه تعالى ربنا يباركك ويبارك خدمتك قسيس ثابت وأنت طبعا مرحب بيك دايما أهلا وسهلا فيك في هذا برنامجك أنت طبعا وعمل الرب من خلالك إخوتي وأخواتي هل تخفي رأسك مثل النعامة في الرمل؟ أم تقول أريد أن أعرف الحق؟ هل فعلا من كل قلبك صليت؟ يا رب أنا عاوز أعرف الحق عاوز أختبر مين أنت؟ أنت أعلنت عن نفسك شو الصح؟ شو الغلط؟ أنا متأكد لأنه المسيح هو الحق المجسم إذا صليت للمعرفة وللحق لابد أن تأتي إلى يسوع المسيح خبرنا اشتركوا في القناة